بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الكوثر الفضائية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أطيبة تحية ونلتقيكم في هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة عنوان حلقة الليلة واقعة الغدير المعطيات والنتائج وبهذه المناسبة مشاهدينا الكرام لا يفوتنا إلا أن نتقدم لكم بأسماء آية التبريك ونبارك للعالم الإسلام جميعا ولأمتنا الإسلامية هذه المناسبة العزيزة وهي مناسبة عيد الغدير الأغر هذا العيد الذي نصب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله علي عليه وسلم خليفة من بعده بإذن الله تبارك وتعالى وأمره حين قال تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وفي هذه المناسبة أيضا لا يفوتنا أن نتقدم بالعزاء الشديد إلى ضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري بمناسبة رحيل شقيقته إذ وافت منيتها وتوفاها الله تبارك وتعالى في هذه الأيام نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدها برحمته الواسعة وأن يحشرها مع أوليائه الصالحين محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم أجمعين فأعزيه باسمي وباسمكم جميعا مشاهدنا الكرام وأرحب به مرحبا بكم سماحة السيدة أحيانا ومرحبا بكم دكتور حياكم الله سماحة السيدة طبعا هي مناسبتان كلتاهما مهمتان ونسأل الله تعالى يلهمكم وذوي الفقيدة الصبر والسلوان وفي البدء هل من تمهيد لأن موضوعنا خارج عن الموضوعات التي ولكنك أحسنت مع هذه المناسبة تفضل سماحة السيدة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في المقدمة بودي أن أشير واقعا أن أبارك للعالم الإسلامي وبالخصوص أتباع مدرسة أهل البيت هذا العيد الكبير بل العظيم بل الأعظم وهو العيد الذي على أساسه نصب الله سبحانه وتعالى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إماما وخليفة للأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله وهنا أيضا أقدم شكري وامتناني لكل أولئك الذين وأسونا في هذا المصاب الجلل ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد برحمته برحمته الواسعة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان علي الأحوال في الواقع في المقدمة أريد أن أشير إلى الظوابط لا أشير إلى الظوابط التي ذكرها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لبيان من هو الأحق ومن هو الأفضل ومن هو الأكمل ومن هو الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من حيث الكمالات من حيث الأخلاق من حيث العلم من هو الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بعده الظوابط الذي هنا أريد أن أشير إليه ما أشار إليه الشيخ ابن تيمية من هذا المدخل أريد أن أدخل إلى واقعة الغدير وحادثة الغدير في الشيخ ابن تيمية في كتابه وفي المقدمة بيودي أن المشاهد الكريم يعذرني في المقدمة أنني لا أستطيع أن أشير إلى كل المصادر التي معي ولذا فقط سوف أشير إليها كعنوان وإلا الوقت يقينا لا يسعى أن نستوعب كل البحث في كتاب من هاجي السنة لابن تيمية المجلد الرابع في صفحة خمسمائة وثلاثة عشر هذه هي العبارة في صفحة خمسمائة وثلاثة عشر يقول فإن قيل قد يكون أحق بالإمامة وعلي أفضل منه التفتوا جيدا يشير إلى نظرية البعض أنه قد يكون الإمام أفضل من الآخرين ولكنه لم يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يقول يقول هذا السؤال لا يمكن لماذا لأن الأفضل عندهم أحق بالإمامة لأنه إذا صار الإنسان أفضل هو الأحق بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا قول الجمهور من أهل السنة الجمهور من أهل السنة يعتقدون هذا الاعتقاد وهو أنه إذا ثبت أن إنسان أكمل وأفضل وأقرب إلى رسول الله فهو الأحق بالإمامة والخلافة من بعده ومن هنا يشير إلى هذه النكتة المهمة يقول الدليل على ذلك ما هو الدليل التفتوا بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة خصوصا واقعا أتباع مدرسة أهل السنة والجماعة ما هي النظرية يقول فلأن النبي صلى الله عليه وآله أفضل الخلق وهذا مما لا ريب فيه أفضل الأولين والآخرين وكل من كان به أشبه فهو أفضل فكل من كان أشبه به خلقا وأخلاقا وعلما وسلوكا بمنزلة هارون من موسى المهم الآن لا أدخل في التفاصيل أريد فقط أبين القاعدة بل أكثر من ذلك أنفسنا وأنفسكم من كان به أشبه فهو أفضل ممن لم يكن كذلك والخلافة يقول والخلافة ليست خلافة ملكية وإنما هي خلافة ماذا خلافة النبوة إذن لمن يريد أن يكون خليفة لرسول الله لا بد أن يكون أشبه الناس خلقا وخلقا وعلما وسلوكا وتقوا ممن برسول الله صلى الله عليه وآله والخلافة كانت خلافة نبوة لم تكن ملكا ليست خلافة ملك فمن خلف النبي صلى الله عليه وآله وقام مما قامه كان أشبه به وهذه مقتضى القاعدة لوجود صنخية كما تفضلتم ومن كان أشبه به كان أفضل وهذا مما لا ريب فيه شاهده 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 من أهل الضابط يقف عنده المشاهد الكريم حتى ندخل في البحث فالذي يخلفه أشبه به من غيره والأشبه به أفضل فالذي يخلفه ماذا أفضل سبحان الله هذا ابن تيمية تكلم أم غيره والله والله هذا الشيخ ابن تيمية يقول هذا الكلام يقول أيها المسلمون في العالم ابحثوا عن الأفضل عن الأشبه عن الأقرب برسول الله فمن كان فهو الأحق ماذا بالإمامة والخلاف واقعا هذه الكبرى أنا كاملا واقعا أوافق كاملا الشيخ ابن تيمية في هذه القضية وهو أنه لا بد أن نبحث من هو الأشبه برسول الله من هو الأقرب إلى رسول الله من هو الأعلم بعد رسول الله من هو الأقرب إليه خلقا وخلقا وأشبه به نبحث عن واقعا عند ذلك أتصور الضابطة واضحة أمامنا جئ إذن هذا هو الضابط الذي على أساسه سوف ندخل مباحث ماذا مباحث هذه الليل هذا التمهيد الذي كنت أريد أبينه أحسنتم ونعم التمهيد واقعا حسن الآن إذن لا بد أن نبحث عن المصداق يعني سبحان الله كأن الله أجر الحق على لسانه المهم إن شاء الله الليل نحن في هذه الساعة وعشرين دقيقة مع المشاهد الكريم لنرى أنه واقعا ما هي كتب الأعلام المسلمين ماذا يقولون عن الأقرب والأشبه والأفضل على من تنطبق إذن من هو الأكمل والأفضل والأقرب من رسول الله جيد جدا هذا السؤال الأساسي أنا قبل أن أشير إلى الجواب عن هذا السؤال الذي ذكره الأخ الدكتور وهو أنه أساسا أكو هناك نقطة لا بد أن يلتفت إليها المشاهد الكريم القرآن الكريم ذكر كثير من الخصائص والمراتب والمقامات لرسول الله صلى الله عليه وعليه قال هو نبي ولكن ليس من اختصاصاته لأن الأنبياء 124 ألف نبي قال هو رسول ولكن ليس هو ماذا من اختصاصاته لأنه مئات من رسول كثير قال هو معصوم ما ينطق عن الهواء ليس هو فقط وحده كثير من كل الأنبياء والمرسلين هم ماذا نعم ذكر هناك مجموعة من الخصائص مختصة برسول الله من خصائصه أنه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي إذن الرسول صلى الله عليه وآله إلا أنه لا نبي بعده وهذه الخاتمية مقام واقع عظيم عند الله سبحانه وتعالى ولذا نحن نعتقد ويعتقد جميع المسلمين بلا خلاف إلا من جماعة لا يفهمون النبوة والرسالة أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو أفضل الأولين والآخرين أساسا لا يمكن أنك من النقاط الأساسية التفتوا لي جيدا واقعا أريد هذه النكتة هذه الليلة تتضح عند المشاهد من النقاط الأساسية ذكرت هناك مجموعة من الخصائص ومن أهمها أن القرآن ذكر في العلاقة القائمة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين الأمة بل وبين البشرية قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نعم هل سألان مارد أشرح الأولوية بعد ذلك سيأتي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهذا مقام لم يذكره القرآن لأحد من الأنبياء في القرآن بالنسبة إلى أمته حتى لو كانوا من أنبياء أولي العزم يعني لم يرد في القرآن عندنا أن نوح كان أولى بالمؤمنين لم يرد في موسى لم يرد في عيسى لم يرد في إبراهيم وفضلا عن باقي الأنبياء الذين ليسوا هم أنبياء أولي العزم من هنا يطرح هذا التساؤل الأساس وهو أنه أساسا ما هو المراد من الأولوية ماذا هنا نعم في هذه وتصور هذا سؤالكم دكتور أحسنتم ما هو المراد من الأولوية في أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وكما قلت في مقدمة الأبحاث لا أريد أن أطيل على المشاهد فقط هذه الليلة أريد أن أدخل الأبحاث مباشرة أما المراد من الأولوية في الآية المباركة وأشير إلى بعض الأعلام من المفسرين من المدرستين مدرسة أهل السنة والجماعة بمختلف اتجاهاتهم ومدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا تفسير الطبري أو المعروف جامع البيان عن تأويل آية القرآن لأبي جعفر الطبري المتوفى 310 من الهجرة تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي دار عالم الكتب المجلد التاسع عشر في صفحة 14 بودي أن المشاهد الكريم يلتفت معي يقول تعالى في صفحة 14 من الكتاب يقول معي يقول تعالى يقول تعالى ذكره النبي محمد صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين يقول أحق بالمؤمنين به من أنفسهم ما معنى أحقه يقول أن يحكم فيهم بما يشاء من حكم فيجوز ذلك عليهم يعني إذا حكم أي حكم عليهم فهو مقدم على حكمهم على أنفسهم ليس لهم إلا تسليم ويسلموا ما كان لهم الخيارة من أمرهم ويسلموا تسليم هذا هو حكم الأولوية فيجوز عليهم يعني يسري عليهم يجري عليهم وليس لهم مخالفة ماذا؟ مخالفة ذلك كما حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم انظروا إلى المثال قال كما أنت أولى بعبدك إذا كان عندك عبد بالمعنى الفقهي تتصرف به ما تشاء واقعا تستطيع ماذا؟ أن تحكم فيه كما تشاء ضمن ماذا؟ ضمن الحدود ما قضى فيهم من أمر جاز كما كل ما قضيت على عبدك جاز يعني ما قضى فيهم رسول الله في أمته من أمر فهو جائر جائز عليهم وسار عليهم هذا من يقوله؟ الطبر الإمام أو أبو جعفر الطبري إمام المفسر إمام المفسر نعم انظروا ماذا يقول زاد المسير الإمام ابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير للإمام ابن محمد بن الجوزي القرشي البغدادي المتوفى سنة 597 من الهجرة الجزء السادس المكتب الإسلامي أنا أشير أيضا إلى الطبعة حتى أن المشاهد الكريم يلتفت إخوان العزاء الطبعة الرابعة سنة 1407 من الهجرة هناك في زاد المسير قبل ذلك إذا تسمحوا لي دكتور أنا أشير إلى تفسير مفسر قبله وهو البغوي في معالم التفسير تفسير البغوي معالم التنزيل للإمام البغوي المتوفى 516 من الهجرة يعني قبل زاد المسير حققه وخرج أحاديثه مجموعة من الأعلام المجلد الثالث دار طيبة هذا الكتاب أيضا أشير إلى الطبعة مالتة حتى أن المشاهد الكريم يعرف الطبعة إخوان الأعزاء الإصدار الثاني الطبعة الثالثة سنة 1431 من الهجرة المملكة العربية السعودية الرياض هناك في المجلد الثالث في صفحة 300 أعزائي و 532 532 التفتوا جيدا هناك يقول قوله عز وجل التفت أيها المشاهد الكريم معنى الأولوية لأنه مقدمة البحث الأساسي هي هذه القضية يقول يعني النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني من بعضهم ببعض في نفوذ حكمه عليهم ووجوب طاعته عليهم يعني على الأمة أن تطيع النبي صلى الله عليه وآله ليس لهم الخيارة من أمرهم وقال ابن عباس يعني إذا دعاهم النبي صلى الله عليه وآله ودعتهم أنفسهم إلى شيئين كانت طاعة النبي أولى بهم من طاعتهم أنفسهم يعني في أي مورد من الموارد إذا وقعت تزاحم بين أمره صلى الله عليه وآله وأمر الإنسان المؤمن المسلم يقدم ماذا؟ أمر رسول الله يقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله نفس هذا الكلام قاله كما قلت ابن الجوزي في زاد المسير في زاد المسير هذه عبارته في صفحة ثلاثمائة واثين وخمسين يعني زاد المسير في علم التفسير المجلد السادس المجلد السادس صفحة ثلاثمائة واثين وخمسين قال أي أحق فله أن يحكم فيهم بما يشاء إلى آخره ينقل نص العبارة التي نقلناها عما عن الإمام البغوي في هذا المجال ولكنه انظر إلى الزمخشري وهو أحد أعلام المسلمين في تفسيره الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الزمخشري المتوفى خمسمائة وثمانة وعشرين من الهجرة في ذيل هذه الآية المباركة من سورة الأحزاب التفتوا جيدا ماذا يقول الإمام الزمخشري المعتزل يقول النبي أولى بالمؤمنين في كل شيء من أمور الدين والدنيا لأنها الآية مطلقة أحسنتم يقول كل شيء مو فقط في أمور الدين بل حتى في أمور الدنياهم من أنفسهم في كل شيء من أنفسهم ولهذا أطلق ولم يقيد لو كان يقول أولى بهم كان المراد في دينهم كان عليه أن يقيد في دنياهم كان عليهم أن يقيد وهكذا ولكنه حيث لم يقيد إذن هو مطلق فيجب عليهم التفتوا جيدا فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم ينداخل في هذه الآية بل بل يعني أي مقدار أن تحب نفسك لا بد أن تحب ماذا رسول الله رسول الله أكثر مما تحب نفسك قال وحكمه أنفذ عليهم من حكمها حكم رسول الله أنفذ عليهم من ماذا من حك أنفسهم وحقه حق من حق رسول الله آثر لديهم من حقوقها حقوق أنفسهم وشفقتهم عليه على رسول الله أقدم من شفقتهم عليها على أنفسهم وأن يبدلوها دونه وأن يبدلوها دونه ويجعلوها فداءه يعني يجعلون أنفسهم فداء من فداء نفس رسول الله مو أنه يحاربوه وإلا كثير من قريش بعد ذلك اللي صار الطلقاء ماذا حاربوه مو أنه ماذا علي الأحوال وأن يبدلوها يعني أنفسهم أنفسهم دونه ويجعلوها فداءه إذا أعضل خطب ووقاه ووقاءه إذا لقحت حرب وأن لا يتبعوا ما تدعوهم إليه أنفسهم ولا ما تصرفه عنه ويتبعوا كل ما دعاهم إليه رسول الله وصرفهم عنه لأنه إلى آخره حسنا لماذا أولى يبدأ ببيان لماذا هو أولى هذا هماتي عن أحد المفسرين حتى أن القضية تتضح بأنها متفق عليها بجميع علماء المسلمين أيضا السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان للسيد الطباطبائي المجلد السادس عشر منشورات مؤسسة الأعلمي في ذيل هذه الآية المباركة تقريبا يشير نفس المضمون الذي أشار إليها كل الأعلام المتقدمين بمختلف اتجاهاتهم يقول وكذا النبي أولى بهم فيما يتعلق بالأمور الدينية والدنيوية كل ذلك لمكان الإطلاق في قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم نفس العبارة ونفس المضمون الذي أشار إليه الإمام أجل بخشري إذن اتضح لنا معنى الأولوية أنا أسأل هذا السؤال بينكم وبين الله ماذا نستفيد أن رسول الله أولى من كل مؤمن بنفسه ما معناه يعني هل يعقل أن يوجد هناك من هو أفضل منه ومع ذلك رسول الله أولى به من أنفسهم محال هذا بل من يساوي محال وإلا لو كان من يساوي لماذا يبذله إذا نفس رسول الله لماذا يقدم نفسه فداء لنفس رسول الله لماذا يحب رسول الله أكثر مما يحب نفسه لماذا ينبغي أن يقدم كل ما يريده رسول الله على ما يريده هو لماذا لأن الرسول صلى الله عليه وآله بلغ من المقامات والجاء والقرب الإلهي درجة صار واقعا أولى من كل مؤمن ماذا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهذه كما قلت من أهم بل لعله أهم خصائص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم من قبيل ما تقدم في بحث الأطروحة المهدوية قلنا هذا التعبير لم يرد في أحد من أهل بيت الأنبياء إلا في أهل بيت النبي الخاتم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لن تجد في كل القرآن الكريم من أوله إلى آخره موردا واحدا أنه الله أعطى لأهل بيت نبي سواء كان نوح أو كان إبراهيم أو كان موسى أو كان عيسى فضلا عن أنه أعطاهم هذا المقام إنما يريد الله بالحصر والقصر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وهذا معناه أن هناك خصوصية خاصة لرسول الله وهناك خصوصية خاصة لأهل بيته له حديث آخر موكول للأطروحة المهدوية إن شاء الله طيب أحسنتم إذن سمح سيدي ما دام ذكرتم الأولوية فنعود أيضا للسؤال الذي المحت إليه يعني إذا أردنا أن نبحث عن المراد من الأولوية تفضلتم بي ولكن من الأفضل والأكمل والأقرب من رسول الله من أمته صلى الله عليه وآله نعم بل أنا إذا أمكن هذا السؤال لتفضل بالدكتور أحاول أن أبينه بشكل آخر نعم أساسا يوجد أحد في أمته صلى الله عليه وآله ورث هذا المقام من رسول الله أو لم يوجد نعم هذه قضية نحن نعلم أن هناك مجموعة من المقامات من قبيل الخاتمية ورثها أحد من أمته أو لم يرثها لم يرثها لأنه لا نبي بعد أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد أنه أفضل الأولين والآخرين ورثها أحد منه أو لم يرثها محال محال أن يكون هناك من هو أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله السؤال المطروح هنا هذه الأولوية التي ثبتت لأمير لعلي عفوا هذه الأولوية التي ثبتت لرسول الله صلى الله عليه وآله هل يوجد أحد بعد رسول الله هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم أو لا يوجد أتصور السؤال واضح للمشاهد الكريم وهو أنه هل يوجد أحد أنه هو أول بعد رسول الله أقول لماذا التفتولي جيدا لماذا أقول بعد رسول الله لأنه في زمن رسول الله في زمن رسول الله من كان فالرسول الله أولى به ماذا من نفسه حتى لو كان عليا حتى لو كان عليا فاطمة حسن حسين فضلا عن الآخرين كلهم النبي ماذا أولى به من أنفسهم يعني لا بد أن يحبوا رسول الله أكثر مما يحبون أنفسهم وهذا ما فعله أمير المؤمنين فداه بنفسه في ليلة المبيد باتفاق علماء المسلمين باتفاق المؤرخين وهكذا بالنسبة إلى الأئمة الباقين عليهم أفضل الصلاة والسلام نحن لا نتكلم في حياة رسول الله في حياة رسول الله لا إشكال ولا شبهة أنه من هو الأولى بالمؤمنين من أنفسهم هو رسول الله حتى بالنسبة إلى نفس علي بالنسبة إلى نفس فاطمة بالنسبة إلى نفس الحسن والحسين الحديث باذا بعد رسول الله هل يوجد أحد وصل إلى مقام أن يكون أولى بالمؤمنين من أنفسهم أم لم يوجد هذه نقطة أساسية وإذا ثبتت هذه النقطة ما لد أستبق الأبحاث أنا أتصور كل الفضائل إذا ثبتت ماذا ثبت لعلي لماذا لأنه إذا ثبت أولى بالمؤمنين من أنفسهم بعد رسول الله فهل يمكن أن لا بد أنه ملك ويوجد عنده بعبارة أخرى أشبه الناس ماذا لرسول الله أقرب الناس إلى رسول الله أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أما النصص هذه قضية مركزية هل النصص تدل على أن هناك شخصا بعد رسول الله وصل إلى مقام أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم تعالوا معنا في هذا المجال إلى النصص النص الأول ما ورد في مسند الإمام أحمد في مجلد 32 إخواني الأعزاء مسند الإمام أحمد بن حنبل بتحقيق شعيب الأرنقوت مؤسسة الرسالة الجزء الثامن والثلاثون أو الثاني والثلاثين لا يفرق الآن أنا أتكلم عن الجزء الثاني والثلاثين الجزء الثاني والثلاثين في الصفحة ستة وخمسين نعم التفتوا جيد يقول عن أبي الطفيل عن أبي الطفيل قال جمع علي الناس في الرحبة ثم قال لهم أنشد الله كل مرء مسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم ما سمع ثم لما قام فقام ثلاثون من الناس شهدوا التفتوا جيدا الآن شهدوا ليس فقط هذا نعم وقال أبو نعيم فقام ناس كثير إذن نص يقول ثلاثون ونص يقول ماذا ناس كثير نعم فشهدوا حين أخذه بيده يعني أخذ رسول الله بيده علي نعم فقال للناس التفتوا إلى النص فقال للناس أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسه يشير إلى الآية نعم إشارة إلى الآية من سورة الأحزاب قالوا نعم يا رسول الله من لا يشهد من لا يشهد على ذلك لنص القرآن وإلا لخرج عن الدين صار كافرا قال من كنت مولاه فهذا مولاه إذن هذا الأولى بيكون من أنفسكم بعدي لا يقول لي قائل بأنه ما العلاقة الجواب لو لم يكن هناك أي ارتباط بين صدر الآية وبين من كنت مولاه إذن ذكر هذا يكون لغوا أصلا تلبيس يكون على الناس أصح من نطق بالضال لو كان المراد من من كنت مولاه المولاي يعني ناصره محبه فليحب علي ما علاقة بالأولى ما علاقة بالأولى ما علاقة بالأولى الناصر ماذا رسول الله يقول هذه الآية ما هو موقع هذه الآية في هذا الموقع ما كان أحسنت إخوان العزاء التفتولي إلى هذه النكتة رجائي 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 فقط تدبروا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أفلا يتدبرون حديث رسول الله صلى الله ينبغي أن تتدبروا هذا التدبر وليس مختصا بماذا بالقرآن لا بد أن تتدبروا أيضا حديث رسول الله سنة رسول الله السنة وما أدراكم ما السنة لا يقول لي قال سيدنا أنت في مطارحات في الأطرح المهدوية تقول العطرة نعم نعم أقول أن السنة قالت العطرة أحسنتم والعطرة بين السنة كما تبين القرآن عجيب كأنه نحن مخالفين للسنة نحن نقول سنة رسول الله لكن عندما جئنا إلى سنة رسول الله قال كتاب الله وماذا وعطرته نحن الذين عملنا بالسنة لا أنتم نحن عندما تمسكنا بالعطرة إذن عملنا ماذا بالسنة ومن لم يتمسك بالعطرة فقد خالف ماذا السنة لأن حديث السقلين قابل ورد من الجن ورد ممن من السنة الصحيحة المتواترة المتفق عليها إذن نحن أيضا ولذا عندما يقول رأيت بعض الكلمات هنا وهناك يقولون انظروا أن علي بن أبي طالب يقول عليكم بسنة نبيكم لا يقول بعطرة نبيكم نعم لا بد أن يقول بالسنة ولكن السنة ماذا قالت السنة قالت كتاب الله وعطرته هذا هماتينا وجه للجمع بين الروايات التي دلت وسنتي ودلت ماذا وعطرتي لا تنافية بينهما بحثه سيئتي قال أتعلمون أني أولى من كنت مولاه فهذا مولاه بعد التفتوا جيدا إذن التفتوا إلى المقاطع المقطع الأول أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم المقطع الثاني من كنت مولاه فهذا علي مولاه فهذا مولاه المقطع الثالث اللهم والي من والاه وعادي من عاداه قال فخرجت من يقول أبو الطفيل عن أبو الطفيل قال فخرجت وكأن في نفسي شيئا اختفتوا لي جيدا اختفتوا يا أبو الطفيل أنت ماذا فهمت من كلام علي حتى في نفسك شيء إن كان مراد الإمام المحبة وهل يمكن أن يرتاب أحد في محبة أمير المؤمنين صلى الله عليه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا مناثق إذن أبو الطفيل ما فهم المحبة وإنما فهم ماذا فهم الإمامة والخلافة وإلا لماذا يقول في النفس شيء أبدا التفتوا أعيدها قال فخرجت وكأن في نفسي شيئا مما قاله علي إذا كان مقصود علي هو المحبة والمودة والنصرة لماذا لماذا في نفسك أخو هذه من المتواترات من ضروريات الدين محبة أهل بيت النبي وعلي من أهل بيته طيب فلقيت زيد بن أرقم نعم فقلت له إني سمعت علي يقول كذا وكذا قال فما تنكر زيد بن أرقم يقول قال فما تنكر قد سمعت رسول الله يقول ذلك له أكده لو زيد بن أرقم التفت ماذا يقول العلامة الأرنؤوت شعيب الأرنؤوت يقول إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير فطر وهو ابن خليفة فمن رجال أصحاب السنن وروا له البخاري مقرونا وهو ثقة ثم إلى آخره يشير إذن كلهم ثقات ثم يقول وأخرجه ابن حمان وأخرجه مطولا ومختصرا النساء يشير إلى عشرات المصادر التي أخرجت ماذا هذا النص هذا المورد الأول المورد الثاني ما ورد هنا بعد نحاول لا نقرأ الروايات أو نقرأها بسرعة بعد أن اتضح المضمون ما هو النص الذي نريد أن نقف عنده يجتمل على هذه الخصوصيات الثلاثة أو الأربعة التي أشرنا إليها أيضا مسند الإمام أحمد الجزء الثامن والثلاثون صفحة اثنين وثلاثين نفس هذا النص الرواية عن ابن عباس عن بريده قال غزوت مع علي فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله ذكرت علي فتنقصته عند رسول الله فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله يتغير فقال يا بريده ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قلت بلا يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي ماذا سؤال هذا يا مولاه يعني من كنت أولى به من نفسك تقول من أين أقول بقرينة صدر الرواية وإلا إذا لا علاقة بين هذا الصدر وهذا الذيل وقعا ذكره يكون ماذا عبثا لغوا وحاشا لسيد الأنبياء والمرسلين أن يقول كلاما كما قلت ما ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوحى يتذكر المشاهد الكريم في الحلقات السابقة قلنا عندما قال له بعض أنه في حالة الرضا في حالة الغضب قال أكتب فوالله لا يخرج من فيه إلا الحق أحسنت كيف يمكن أن نقبل أنه يخرج من فيه غير الحق عليه أفضل الصلاة والسلام هذه هي السنة انظروا ماذا يقول في الحاشية العلامر أرنقوت التفتوا إسناده صحيح على شرط الشيخين إذن هذه أولى بالمؤمنين من أنفسهم فكنت مولى فعلي مولى على شرط الشيخين هل سلابد أن يسأل البخاري واقعا في عالم البرزخ وفي الحشر الأكبر لماذا أن هذه الروايات التي هي على شرط الشيخين لا تخرج منها شيئا لماذا واقعا سؤال على كبر حجم التأريخ لماذا أن البخاري عندما تصل القضايا إلى علي بن أبي طالب وقضايا محورية على هذا المستوى ومع ذلك ماذا لا يخرج ولكن يخرج أمثال أنه لا أشبع الله وفضل معاوية لماذا لا يقول لني قال بأنه ذكر بعض الروايات في فضل علي نعم وذكر ما يقابلها في تنقيص علي وفي ذم علي هو الذي نقل البخاري الروايات أن أمير المؤمنين أصلى الله عليها أفضل الصلاة والسلام نام عن صلاة الصبح عندما أوقضه رسول الله فنزلت في حقه أكثر شيء جد لها نعم هذا النيم ذكره بل يبحث عنها بل يبحث عن تلك الروايات التي لا أصل لها ولكن هذه الروايات المتفق عليها الصحيحة الصريحة وعلى شرط الشيخين ولكن ماذا لا يخرجها لنا هذا في مسند الإمامي أحمد بجزئين وعشرات الموارد الأخرى اللي الوقت ما يسعه وممن نقل ذلك أيضا أعزائي في صحيح سنن ابن ماجة للإمام الحظم نعم دكتور نعم جهد فاصل بلكتور طيب مشاهدنا كرام فاصل ونرد عليكم تابعونا بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم مجددا ومشاهدنا الكرام ومرحبا بسماح سيد مرحبا بكم نعم مرحبا نكتور طيب إذن واصلوا بقية المصادر من أولئك الذين صرحوا بصحة هذا الحديث وبنفس هذا المضمون ما ورد في الصحيح سنن ابن ماجة بتأليف العلامة الألباني المجلد الأول مكتبة المعارف النشر والتوزيع في الرياضة هناك في الجزء الأول من هذا الكتاب صفحة 56 الرواية عن البراء بن عازب قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجته التي حج فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة فأخذ بيد علي فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى قال فهذا ولي من أنا مولاه لا إله إلا الله يعني فهذا أيضا أولى بكل مؤمن من أنا أولى به من نفسه هذا واضح واضح جدا ما أدري والله يعني إلا أن الإنسان واقعا نسي اللغة العربية كما نجد في بعض بعض المتكلمين واقعا على الفضائيات واقعا هذه أولا النصيحة لهم واقعا نصيحة لهم خصوصا عندما لا يعرفون اللغة العربية يعني من بلاد غير عربية ثم يتعلمون العربية واقعا فليتقنوا اللغة العربية لا يذهبوا يمينا ويسارا لا يستطيعون أن يميزوا بين الدعاء وبين التوسل وإلى غير ذلك رجاء أن يبحثوا هذه القضايا قال قال فهذا ولي من أنا مولاه اللهم والي من والاه اللهم عادي من عاداه ماذا يقول العلامة الألباني بعد أن قال العلامة الأرنقوط ماذا قال صحيح 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 هذا من العلامة الألباني الألباني في شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي المجلد الخامس في صفحة المجلد الخامس في صفحة خمسة عشر الرواية 1762 الرواية أيضا نفس الرواية التي نقلناها عن أبي الطفيل الحاشية بعد لا أطيل على المشاهد الكريم قال فخرجت وفي نفسي منه شيء فلقيت زيت فأخبرته فقال ما تنكر أنا سمعته من رسول الله انظروا إلى الحاشية أشير أيضا المحقق أيضا شعيب الأرنقوط قال إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح إلى آخره نعم وممن أيضا ومن أولئك الذين أيضا صرحوا بذلك في كتاب الشريعة للإمام الآجري المتوفى 360 من الهجرة الجزء الرابع صفحة 2044 الرواية أيضا قال حدثنا عن ابن عباس قال حدثني نفس الرواية التي قرأناها البريدة يقول إسناد أيضا فرفع النبي رأسه فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال قلت بلى قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه انظروا إلى السند الرواية 1514 الرواية 1514 قال إسناده صحيح وهذه أنا عندما أقرأ من كتب متعددة لأردقوا كل المحققين الذين حققوا أشاروا إلى هذه الطبعة الثانية الدكتور دراسة وتحقيق الدكتور عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي كلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم القرى دار الوطن ومن أولئك الذين صرحوا بذلك أيضا في كتاب الأحاديث المختارة لتصنيف الشيخ الإمام العلامة عبدالرحمن الحنبلي المقدسي المتوفى 643 من الهجرة دراسة وتحقيق معالي الأستاذ الدكتور عبدالملك بن عبدالله بن دهيش هناك أيضا أشارة في هذا المعنى حتى أبين الطبعة هذه طبعة مكتبة الأسدي مكة المكرمة مكتبة الأسدي مكة المكرمة الطبعة الخامسة منقحة ومزيد 1429 من الهجرة في المجلد أعزائي الثاني صفحة 105 الرواية أيضا نقلها رقم 480 قال فشهدوا الرواية خلي أقرأها نشد علي في الرحبة من سمع رسول الله يقول يوم غدير خم إلا قام قال فقام من قبل من قبل سعيد ستة ومن قبل زيد ستة فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله يقول لعلي أليس أليس الله أولى بالمؤمنين عجيب هذه الرواية الرواية أول خلي نظر المشاهد إلى سندها ماذا يقول في السنة بودي أنه تخرج على الكتاب قال إسناده ماذا صحيح التفتوا جيدا إسناده عفوا هذه الرواية اللاحقة إسناده قال ماذا إسناده حسن لا صحيح الرواية هذه ما هو مضمونه أليس الله أولى بالمؤمنين أذن همصق محبك كذو ناصر عادي لا الله أولى بالمؤمنين ثم الرسول أحسنتم قالوا بلى قال اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي ماذا من عاد سؤال بعد من الموارد أشير إلى مورد واحد حتى أدخل للبحث اللاحق دكتور نعم فضل في كتابي اتحاف الخيارة المهرة هذا الكتاب أمامكم في كتابي اتحاف الخيارة المهرة المجلد السابع التفتون لإخوان الأعزاء فقط فنكتأك في هذا الكتاب يودي أن المشاهد يلتفت إليها اتحاف الخيارة المهرة بزوائد المسانيد العشرة الإمام البصيري تقديم فضيلة الدكتور أحمد معبد عضو هيئة التدريد بجامعة الإمام محمد بالسعود الإسلامية تحقيق دار المشكات للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر المراهيم المجلد السابع دار ماذا دار الوطن هذا الكتاب قبل أن قل منه الرواية هذا الكتاب بطبعة أخرى مطبوعة في مكتبة الرشد الرياض نعم لتفتوا لجي بعد هذا طبع نعم قبل هذه الطبعة أيضا للإمام بتحقيق عادل بن سعد والسيد بن محمود بن اسماعيل مكتبة الرشد الرياض خلي أشير أيضا إلى سنة الطبعة إخوان الأعزاء يا أخي سنة الطبعة الأولى سنة 1419 واضح هذه إخوان الأعزاء مكتبة ماذا الرشد تحقيق عادل بن سعد والسيد بن محمود السيد بن محمود بن اسماعيل في هذه الطبعة المطبوعة في دار الوطن الجزء الأول في المقدمة انظروا ماذا يقول عن هذه الطبعة المطبوعة في مكتبة الرشد يعني المطبوعة في دار الوطن انظروا ماذا يقولون عن الطبعة المطبوعة في مكتبة الرشد يقولون وأثناء عملنا في صفحة تسعة وأثناء عملنا في الكتاب نزلت في المكتبات طبع لهذا الكتاب بتحقيق الأخوانين عادل بن سعد والسيد بن محمود بن اسماعيل فتصفحناها على عجالة دون تعمد دون تعمد تتبع الأخطاء والأوهام فوجدناها قد اتسمت بوجود سقط كثير في أحاديثها بلغ أكثر من مئتي حديث هذه الطبعة مسقطة من الروايات مئتي حديث هذه الأمانة العلمية نعم أنا لا أقول شيئا إلا المشاهد الكريم أن يرى عادل بن سعد والسيد بن محمود بن اسماعيل هذه الدار الوطن ماذا تقول تقول أنه سقط منها أكثر من مئتي حديث كما وجدنا كثيرا من التحريف والسقط في رواة الأسانيد بلغ في المجلد الرابع فقط أكثر من خمسين موضعا هذه الأمانة العلمية التي يدعونها هذه المؤسسات ماذا العلمية ماذا يفعلون في الكتب الله العالم ولذا واقعا الأعزاء لا بد أن يلتفتوا عندما يطالعوا هذه الكتب لا بد أن يلتفتوا إلى مثل هذا التلاعب والتدليس والإسقاط والتلاعب بالأسناد بمضام بلي بلي مئتين رواية يقول مجلد 51 رواية في هذا الكتاب وهو اتحاف الخيارة أيضا نفس الحديث في المجلد السابع صفحة 210 الرواية عن علي ابن أن النبي حضر الشجرة بخم ثم خرج آخذا بيد علي فقال ألستم تشهدون أن الله ربكم قالوا بلى قال ألستم تشهدون أن الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم وأن الله ورسوله مولاكم إذن نفس المراد المولى يعني جنو الأولى بعد هذه واضحة بعد ما أصور يوجد لعاقل شك وشبه فمن كان الله ورسوله قالوا بلى قال فمن كان الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه الله ورسوله مولاه مو فقط بعد النبي أولى الله ورسوله أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومن هو ثالثهم ومن هو ثالثهم في هذه الأمة علي عليها أفضل الصلاة والسلام قال فمن كان الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تظلوا كتاب الله سببه بيده وسببه بأيديكم وأهل بيتي أحسنت وهذا الذي قلنا مرارا أن حديث الثقلين وارد ماذا في حديث ماذا في حديث غدير خم التفتوا جيدا يقول رواه إسحاق بسند صحيح وحديث غدير خم أخرجه النساء فلان وفلان إلى آخره وأكتفي دكتور وأختم حديث هذه النقطة بما قاله العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة قال في المجلد الرابع من كتابه في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقها الألباني المجلد الرابع مكتبة المعارف للنشر والتوزيع في صفحة 331 هذه عبارته بشكل واضح وصريح أيها المشاهد يقول جمع علي الناس في الرحب ثم قال لهم قرأ الرواية فقام ثلاثون وفي رواية فقام ناس كثير أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا نعم يا رسول الله قال من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه يقول أخرجه أحمد وابن حبان وابن أبي عاصم والطبراني والضياء في المختارة قلت وإسناده صحيح على شرط البخاري بعد ماذا يقول الألبان ماذا تريدون من الألبان ماذا تريدون من الأرنغوط ماذا تريدون من كل هؤلاء المحققين كلهم قالوا ماذا إسناده صحيح على شرط البخاري إلى هنا اتضح هذا السؤال المطروح هنا أنا بيودي أنه المشاهد الكريم فقط يسمح لي أن ألخص له ما تقدم إلى هنا ماذا تلخص دكتور تلخص أن هذه النصوص قالت بأن المراد من الأولى من المولى هو ماذا الأولى يعني من كنت مولاه فهذا علي مولاه ما معنى المولى في حديث الغدير هو الأولى الذي ثبت لرسول الله مو مطلق الأولى الأولى الذي ثبت لله والرسول أحسنتم نعم الثانية أن رسول الله في هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المتفق عليها قال اللهم والي من والاه وعادي من عاد السؤال الثالث أو المطلب الثالث إذا ثبت أن علي أولى من كل مؤمن أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهل هو ولي كل مؤمن بعد رسول الله أو ليس هو وليه حتما يا ولاية الولاية التي ثبتت لرسول الله وهي ولاية الله تعالى أي ولاية ثبتت لله ورسوله فقط ولاية المحبة ثبتت لله ورسوله أيوجد عاقل يقول أن الولاية الثابتة لله ورسوله إنما وليكم الله ورسوله سأترك قضية أولي الأمر في محل آخر أيوجد عاقل يقول أن المراد من الولاية الثابتة لله ورسوله فقط ولاية المحبة أم وجوب الطاعة ما أدري أيوجد عاقل يقول هذا المعنى واقعا أيوجد عاقل يحترم عقله ما نريد أن أقول أن يوجد عالم لا أقول أن يوجد فقيه مع الأسف الشديد أصار هذه عنوان الفقيه وفقهاء مولانة كأنه تعطى والعجيب أنه تعطى من أناس لا يعرفون معنى الفقاهة وكان ينبغي لمن يسمى بمثل هذه الأسماء أن يخجل من نفسه لأنه لو أعطيت له من جهة علمية كانت لها قيمة لا أن تعطى ماذا من إنسان لا يعرف معناها عندما نقول نحن الفقيه في مدرسة أهل البيت يعني أن بلغ من العلم مراتب عالي وهذا وهذا لا يعطى إلا لمن واقعا من مراكز مختصة بهذا المجال التفتولي جيدا أيعقل أن يكون معنى قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني معنى الأولوية يعني المحبة فقط لوجوب الطاعة أيضا كما قرأنا من كلمات المفسرين أيعقل أن يكون معنى قوله يا أيها الذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله أن المراد من الولاية يعني ماذا؟ يعني يجب عليكم أن تحبوا الله أما إذا أمركم يجب أن تطيعوها أو لا يجب؟ أي وجد عاقل يقول أن الولاية لله بمعنى المحبة أن تتولوا الله بمعنى أن تحبوه نعم من موارده من مصادقه المحبة ولكن ليس فقط المحبة إذن نستفيد من هذه النصوص الأمور التالية الثلاث التي أشرنا إليها أولا أن المولى في هذه النصوص هو الأولى هو معناه الأولى بقرينة صدر هذه الرواية ثانيا أن رسول الله قال لعلي اللهم والي من والاه وعادي من عاداه ثالثا أنه ثبت أن علي أمير المؤمنين هو أولى من كل المؤمنين أولى بالمؤمنين فإذا كان أولى بهم فهو ماذا؟ فهو ولي كل مؤمن أقيد بعد رسول الله لماذا؟ لأنه في عهد رسول الله ليس علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بل ماذا؟ بل رسول الله هو أولى بالمؤمنين وأولى بعلي من نفسه وإذا كان ثابت هذا المقام لعلي في زمان رسول الله فهو ثابت لهم في طول ما هو ثابت لرسول الله لا في عرض ما هو ثابت لرسول الله يعني أيضا هو يكون مشمولا بقوله النبي أولى بالمؤمنين حتى أولى ماذا من نفس علي بعلي صار واضح صمح سيد ولعل ما أشرتم اليمن أنه قال وأهل بيتي ليقول أيضا بعد علي فأهل بيتهم أولى بكم إن شاء الله سبحث أخ إن شاء الله نذهب إلى فاصل قصير صمح سيد ثم نعود مشاهدنا الكرام فاصل ونعود وليكم تابعونا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة مرحبا بكم مرحبا بسمح السيد حياكم الله سماح السيد حياكم أزين سماح السيد إذن بعد كل الذي تفضلتم به هل اتفق ابن الشيخ ابن تيمية مع سائر العلماء الذكرتمهم أم أن له موقفا آخر من هذه الواقع هنا أيضا يتضح انحراف هذا الرجل عن عموم علماء المسلمين شذوذ هذا الرجل عن المنهج العام لعلماء المسلمين سيتضح لكم أنا لا أريد أن أعلق واقعا كثيرا في هذا مباشرة أريد أن أدخل على كلماته مباشرة وذلك لأن القضية مرتبطة بعلي عليه أفضل الصلاة والسلام لو مرتبطة بمعاوية لا كان مدحه فيها لو مرتبطة ببني أمية لرأيت أنه عزة الإسلام في زمن بني أمية ولكن لأن القضية مرتبطة بعلي إذن لابد ماذا أن تخرج عن محتواها لابد أن تفرغ عن محتواها لابد أن ينفى سندها لابد أن يقال أنها كذب لابد أن يقال أنها موضوعة لابد أن يقال أنه ليست مختصة بعلي بل مشاركة له كل المؤمنين لابد بأي ثمن لابد أن يفرغك وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق قلنا أولا أنه يحاول أن يضحف السند ثانيا إذا لم يستطع وجد أن السند صحيح يحاول أن يفرغها من المحتوى ثالثا إذا لم يستطع ذلك يحاول أن يقول ليست مختصة بأمير المؤمنين بعلي موجودة لجميع المؤمنين وهذا ما نجده بشكل واضح وصريح هنا في هذا المعنى انظروا ماذا يقول في منهاج السنة خلي المشاهد الكريم يلتفت جيدا منهاج السنة لابن تيمية تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم نشر دار الفضيلة ومؤسسة الريان توزيع مؤسسة الريان المجلد الرابع صفحة 256 التفتوا جيدا قال لكن حديث الموالات يعني ماذا من كنت مولاه فهذا علي مولاه نعم قد رواه الترمذي وأحمد في مسنده عن النبي أنه قال من كنت مولاه فعلي مولاه التفتوا أيها المشاهد وأما الزيادة وهي قوله اللهم والي من والاه وعادي من عاداه فلا ريب أنه كذب ابتداءا كذب كذب لا يتورع وقعا والله مع ذلك أنا لا أعلم شيخ الإسلام كما قلت سابقا شيخ إسلام الأمويين لماذا؟ لأن النهج الأموي كان قائما على الكذب على التدليس مباشرة حديث صادر من رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك